بأساس أنون حماية كاشفي الفساد اللي أقرب مجلس النواب بـ 24 أيلول 2018 كان تكتل لبنان الأوي يعني يوم كان بعده باسم تكتل تغيير والإصلاح فبـ 24 حزيران 2010 شارك تلات أعضاء من التكتل اليوم ألاعون، وليد خوري وغسانم خيبر بتوقيع الاقتراح مع نواب من كتلة نيابية أخرى هالأنون اللي بيهدف لتحصين عملية مكافحة الفساد عبر حماية يلي بيكشف عنه أنجز العمل علي بلجنة الإدارة والعدل بالعام 2015 أي بعد خمس سنوات على تقديمه وما أقر أنون إلا بالعام 2018 يعني بعد ثمان سنين بجلسة عقدة تحت عنوين تشريع الضرورة خصوصاً أن هدفة لأقرار أوانين بيتطلب مؤتمر سادر أهداف أنون حماية كاشفي الفساد إذن يمكن اختصارها بتلاتة تشجيع الكاشف عن الفساد تأمين الحماية على مستويين حماية كاشف الفساد من الضرر الوظيفة وغير الوظيفة وحماية المعلومات المتعلقة بكاشف الفساد يلي بتعتبر سرية والهدف الثالث فاعلية الملاحقة بحيث تعطى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات النيابة العامة هالأنون بني على مبادئ أساسية بتتعلق بأصول الكاشف المحمئة من الهيئة الوطنية بحيث بيعطي الأنون صلاحية استلام الكشفات المحمية للهيئة الوطنية منعاً لإساءة استعمالها ولا التحقق من جدية المعلومات وبيحدد أصول دقيقة بالكشف والحصول على الحماية المبدأ الثاني بيتعلق بأصول أعمال الاستقصاء لناحية تأمين السرية تامة لجهة هوية الكشف كما المعلومات المكشوف عنها وتأمين الجدية بالتعاطي مع الكشفات أما المبدأ الثالث فبيتعلق بالإحالة على القضاء المختص إذ يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه تحيل الملف للنيابة العامة أو هيئة تفتيش أخرى أو اللجوء للإدعاء المباشر بحدد الأنون أيضاً كيفية تنظيم الحماية اللي بيحصل عليها كاشفو الفساد التعويضات والمكافئات والعقوبات صدق النواب على اقتراح الأنون بعد إرجاء تعديلات طفيفة علي أهم عدم ذكر اسم كاشف الفساد كشاهد إلا بموافقته وإمكانية التأدن بالمعلومات الكاشفة للفساد دواسطة أي وسيلة نفاذها الأنون بيبقى معلق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يلي ما أنشئت بعد علماً أنه نجح الأنون حتى بعد نفاذه بيحتاج لاستعادة الثقة بانتظام العمل المؤسسيتي يلي بيعطي ضمان بيتسلح فيها كاشفو الفساد لتطغى على الخوف من انتئان بطال من فيسدين متضررين